أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أن الولايات المتحدة تبحاث عن أسليب لمواجهة إنتاج إيران للمسيرات وذلك من خلال العقوبات ومنع التصدير والتحدث إلى الشركات التي تستعمل إيران قطاعها في الإنتاج هذا التصريح يدل أولا على أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يتمكنوا من فرض حصار بالقوة يمنع إيران من مساعدة روسيا في حرب أوكرانيا العقوبات تسبب ألما لكنها لن تمنع استمرار إيران في إنتاج المسيرات الكثير من هذه التكنولوجيا والقطع استعمالها مزدوج ومن المستحيل منع إيران من الحصول عليها التحدي الأكبر الذي تواجه الولايات المتحدة هو أن صناعة المسيرات الإيرانية تستعمل قطعا متوفرة في الأسواق العالمية لوضعها على محركات المسيرات وغالبية القطاع من أشباه الموصلات والمحركات الصغيرة متوفرة للهوات وتمكن الإيرانيون من تحويلها إلى أسلحة من المستحيل تقريبا منع مواد تجارية من الوصول إلى يد الطرف الذي لا ترغب به المرة الأولى التي تم فيها الحديث عن هذه المشكلة كان في تقرير لمؤسسة أمريكية بداية الخريف الماضي وقالت أن القطاع تستوردها إيران من النمسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ربما يستطيع الأمريكيون منع إيران من الاستيراد من الأسواق الغربية لكن التحدي الأكبر يعود إلى أسواق الصين ربما لا تستطيع الولايات المتحدة منع إيران من تصنيع المسيرات والصواريخ وسيكون على واشنطن وحلفائها تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا خصوصا البضادات الجوية وهي تفعل الكثير من ذلك الآن ثمن كل صاروخ باتريوت أربعة ملايين دولار ولن تستعمله لإسقاط مسيرات يبلغ ثمنها أربعة آلاف دولار أوكرانيا تحتاج إلى عتاد للدفاع عن بنيتها التحتية والمدنيين خصوصا الأسلحة قصيرة المدى والأقل ثمانا هناك الكثير في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة أوكرانيا ولكن من المستحيل أن تدفع واشنطن طهران لتغيير موقفها ووقف دعمها لروسيا بير غرم الحجر واشنطن